اشتركوا في القناة ومن خلال كاميرا المراقبة فقد تربص هذا الاخير بشابة بينما كانت تحمل هاتفها النقال ليقوم بمباغتتها وصرقة الهاتف والفرار الى وجهة مجهولة في حين اكدت الضحية انها قامت بالمتعين من خلال تقديم الشكاية لدى السلطات المختصة من اجل متابعة هذا الجانح بالمنسوب اليه هذا وطالب النشطة بضرورة تشديد العقوبات لكل شخص تورط في مثل هذه الافعال الاجرامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة